انا من الناس وبكل حياد وبكل حياد بشوف ان النادي الاهلي مش مجرد نادي ده الشعار بتاع برشلونة النادي الاهلي فعلا مش مجرد نادي هو مؤسسة مصرية كبيرة نجحة في كل الظروف النهاردة الاهلي وصل كاس العلم للاندية في الكرة الطائرة بقى راح كاس العلم لكرة اليد كاس عامل أندية لكرة اليد أول مبارح كاس العلم لكرة القدم كرة السلة جاية نجاح باهر في ظروف نقف عندها أنا ليه بقولك النادي الأهلي ده مؤسسة مصرية نفتخر بيها بص وأنا هقولك تفاصيل من جوة أو يعني النادي الأهلي مثل كل الأندية المصرية مثل كل الأندية المصرية عنده كثير من المشاكل المالية والاقتصادية وأمور صعبة مر بيها العالم كله مش بس بلدنا سهل جدا أنه تبقى الأمور بالنسبة له ما فيهاش بطولات ما فيهاش إنجازات أنا مش عارف أصرف على الطائرة مش عارف أصرف على البسكت مش عارف أصرف على اليد بالتأكيد مش عارف أصرف على الكورة ورغم كده الظروف اللي بيمر بيها العالم العالم مش مصر بس الأهلي قادر يتخطاها ويواصل النجاحات صفقات جديدة في كل الألعاب أجانب في كل الألعاب مدربين أجانب في معظم الألعاب ما عندوش أي مشاكل ليه؟ عشان النادي الأهلي مؤسسة راسخة قوية تقدر تتخطى كل الأزمات حتى الأزمات الكبيرة الضخمة حكاية حلوة النادي الأهلي أنا دايما بحس أن أنا فخور بالنادي الأهلي هتقول لي الحق كريم مش حيادي كريم بيقولك أنا فخور بالنادي الأهلي أنا ببقى فخور بالنادي الأهلي عشان هو مؤسسة مصرية كبيرة زي مؤسسات كثيرة في مصر بنقول عليها مؤسسة راسخة مؤسسة قوية مؤسسة كبيرة أي ظروف تعدي عليها تفضل مؤسسة كبيرة هو ده النادي الأهلي حكاية حلوة أنت ممكن تاخدها من منطق أنه الأهلي وصل كاسعامل أندالك كرة طويلة ماشي يا كريم ما هو وصل قبل كده أنت بتقفر ليه وصل في اليد ماشي ما هو وصل قبل كده وصل في كرة القدم ماشي ما هو وصل قبل كده وصل في البسكت لا ما بصر قبل كده لأ أنا بكلمك في ظروف صعبة على الأهلي وعلى غيره بس الأهلي عارف يتخطى هذه الظروف الصعبة إيه على ده بقى؟ إيه على ده؟ هو ليه النادي الأهلي قادر ينجح النجاحات دي في الظروف الصعبة؟ عشان يعمل النادي الأهلي طوال تاريخه طوال تاريخه مش دلوقتي بس كمؤسسة كل واحد عارف دوره كل واحد في دوره هو أفضل واحد ممكن يعمل الدور ده مفيش هزار مفيش مجملات مفيش مشاكل مفيش يعني إنك تبص لغيرك مركز النادي الأهلي في طريقه أنا هنجح في كل حاجة طيب ما تركز إنت يا نادي أهلي إنت شعبيتك الكبيرة من كرة القدم مركز في كرة القدم وسيب الباقي لا أنا مؤسسة رياضية مصرية لابد أن تشرف الرياضة المصرية في كل الألعاب فأنا هصرف على كل الألعاب وهنجح في كل الألعاب وهواصل التفوق في كل الألعاب علشان كده بقول لك النادي الأهلي مش مجرد نادي النادي الأهلي مؤسسة مصرية نجحة وكبيرة ومشرفة ترجمة نانسي قنقر